انا متصور انه دور الاب لا يقل اهمية عن دور الام دور الاب مهم جدا مش بس وولاده بيكبره لكن من اول فكرة الحمل والولادة في مصر فيه تصور دارج انه دور الاب بيبتدي لما الابن يكون في مرحلة المراق وده تصور خاطئ انا متصورة انه الاب لو تحمل مسئوليته الكاملة مش بس مسئوليته الانفاق ولكن مسئوليته الكاملة في الرعاية وفي تنمية شخصية اولاده وفي قضاء وقت مع الاولاد ده هيطلع مجتمع سوي وهيطلع ايضا ابناء انجح في التعليم انجح في العمل انجح في علاقتهم بالاخرين وهيؤثر على قرارات تنظيم الاسرة تربية تعامل يومي بتتشكل فيه شخصية الابن الاولاد دلوقتي بياخدوا قيامهم ومبادئهم وافكارهم من وسائل التواصل الاجتماعي ومن يعني مصادر اخرى كثيرة فغياب الاب بيعرضهم لمخاطر كبيرة جدا انا والدي دوره في حياتي رئيسي جدا كل ما بكبر بكتشف قد ايه انا متأثرة بيه من غير معرفة كل قيم العمل وقيم العلم مرتبطة بوالدي ترجمة نانسي قنقر